انا عارف انه الناس ضجة ووجة ومش عارف ايه بتاعه ولكن بصراحة بنشوف حاجات ما كانتش موجودة قبل كده نهاردة الرئيس قال انه اي حد عايز ياخد شواء يروح مفيش بقى قطاع عام وقطاع خسوة مفردات برد يروح يوصل وعلى فكرة هنا بتبان الحركة على طول انه عدى الروتين على طول لو طلع قرار قالك قال للوزير قاله اي حد عايز ياخد شقة في الاسكال الاجتماعي ومعه فلوس خلاص خليه يقدم وياخد الشقة يعني يوروك في مصر ازاي الحدوتة بتعدي انه يعني قرار وقعد فالدنيا تتحسن كل الناس اللي عايزة شواء تاخد ايه قالك لو جالي خمسة مليون نهاردة حديهم شواء فبعض احطار لانه احنا عاديين في القلق نفسه انا اللي حيخلص الاول انا اللي حيخلص الاول يبدو الامر جيد ويبدو الامر فيه تحسن بس ما هي طبعا المصيبة برضو كبيرة يعني علشان تتغير تغير مزداهر السنتين يعني مش او التلاتة مش حاجة قوي فالنهاردة تقعد تبص طب امال احنا كنا قاعدين بنعمل ايه امال كل الناس كان بتقولنا على ايه امال المليارات اللي كان بتجلنا من امريكا وبتتصرف على ايه طبعا كبتصرف على الاكل والشرب يعني مش عايز اقول ان حد حط في روز في جيبه الانظمة اللي فاتت دي كلها كانت مهتمينة روز وسكر وزيت وبتاعه وش عارف ايه ويريحك ويبسطك ويقعد يدعم في جنيه قدام دولاره خلاص انه يفضل الدولار بخمسة جنيه او باربعة جنيه عشان يحافظ على السعر كده والحدود كده والبلد لا تتقدم قيدة ان مولا احنا مش بنتكلم على 6 اكتوبر دي والمحور 6 اكتوبر دي معمولا من كم سنة النهاردة المحور كله بيتهد النهاردة المحور كله طالع مش مبني صح الطرق دي كلها مش مبنية صح وما كانتش بصة للتوسع وانه لازم يبقى فيه حرز يادة كل الكلام ده متعملش ليه لانه يا دوبك على قد الحاجة مدينة جديدة نعمل لها المحور بتاع حال مش عارف ايه ولكن النهاردة انت بتشوف اكتوبر النهاردة غير من 4-5 سنين انت بتشوف مدن طلعة في اكتوبر مدن ده طلعت اكتوبر دي كبيرة قوي فهل يا جماعة وانتوا شايفين الناس ويه بتشتغل حتصبر ولا لا ده السؤال المهم طب لا مش حتصبر هل الادارة اللي موجودة دي كل اعمالها عبقرية لا اكيد طبعا عندها اخطاء كتير والاخطاء دي نتيجة عن برضو ورث طويل جدا انو الحاجات ما بتحلش بسهولة النهاردة يقولوا ايه يقولوا بقى حاجات غريبة جدا يقولوا يا فاندم ومن مميزات المستشفى دي انو حيبقى فيها استشاريين اطباق طول الوقت اول مستشفى كان بيبقى فيها ايه ما كانش حد بقى الاستشاري اما بيروح المستشفى ما قال انتو فاتحين ايه هي كانت ايه قبل كده المستشفى اعنا فاندم عاملين للمستشفى اا نزل عشان الاطباق بينزلوا فيه طب وقبل كده كان الاطباق بيروحوا فين تحس انها يعني ما لكنا بنعمل ايه مليارات دي كلها راحت فيه التريليونات دي اللي اتصرفت في مصر راحت فيه قادي المستشفى العسكاري في دومان تخش تفرج حاجة يعني اقصد مش كلام يعني انا على فكرة مش من انصار اا تسريع المشاريع انما الرئيس النهاردة كل مشروع يقسمه على اتنين والله يكون فعون اللي هي الهندسية قوات مسلحة النهاردة اللي هو اركان حرب ايهب كان واقف قدامه بيقول له لا 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 ما فيش يخلصه ودلوقتي وبكر والغريب حاجة انه بيخلصه لا ما ينفعش فان بلا يخلصه ويخلصه قادر حد نط معمولة بطريقة مختلفة قالك اصلو دي حيبقى فيها اجهزة لا والنهاردة بيقول له يا غريبة بيقول له كل سرير يا فاندم عليه الاجهزة بتاعته وبتاعة الاكسوجين ومش عارف هو المفروض كل سرير يبقى فيه كده النهاردة بتكلمه على الاختراعات قال له بقى عندنا جهاز لتوليد الاكسوجين وانتو قبل كده خلق العالم بطل حكاية الانبوبة دي من زمان قال له يا فاندم وان الاطفال دول حيتشافوا من ورق زاز علشان ما حدش يخش الحضانة هو ليس لحد بيخش جوه الحضانة دي احنا في زومة زومة او رومة رومة يعني عمش لقي دولة اقولها بصراح فالنهاردة بيتكلموا على المبادئ انه بقت موجودة عندنا ما هيكون عايشين في ايه الناس الغلابة دي كتعايشة في ايه لما يجي لنا ناس تبقى قدام دينة الانتاج وتقول لي يا ابني انا بدور على الحضانة ليبني مش لقي ما كنتش بفهم يعني ايه ايه حضانة ايه الحضانات ايه المشكلة قال له يا فاندم الحضانة بالاجهزة اللي بتتحط على وهو الطفل كنتم بتتبعوش زي قبل كده بتقسوه النبض بايدكو يعني احنا كنا عايشين في طبعا المقلق في ده والرئيس حتى حتى ايده عليه النهاردة سيانة كل الكلام تعارفين المصريين سنة والتانية تلقى الحاجات دي كلها متكسرة وموجودة في الممر طبعا ده مش هيحصل في مستشفى قوات المسلحة انما وارد يحصل في مستشفى تانية قوات المسلحة ما عنداش الهزار ده فيش كلام ده انما فلوس بتضيه طب هل معمول عقود صيانة معمول ان الحاجات دي تفضل سليمة تفضل تفضل لانه اكيد جات اجهزة كتير قبل كده وترامت بدون اسامي انا بكلمكو على واحد من اكبر مراكز للقلب في مصر فيه اسطرة في الصيانة مش عارفين يطلعوها واحد من اكبر المراكز بتتصلحوا معمول عامش يطلعوا عايزين مليون جنيه قادي السرير قالوا يا فندم السرير كله بحاجته اهو الحاجة اللي بتركب كلها والاجهزة وبتاعه مستوى والسرير السرير ده بكام يعني انا بس عشان انا عدت في مستشفيات بقى فابتهيتها بفهم الحاجات دي السرير ده غير اي سرير وليه سعر والاستراد والفلوس والحوادد دي مبالغ بتتصري فالحنصبر